السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي ازايكم حبيبي عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بألف خير اه طبعا احنا زهجنا من الاكل كل يوم فرمضان حناكل ايه حنشرب ايه حنعمل ايه احنا واولادنا كمان تعبوا معنا مش عارفين يأكلوا ايه لو يشربوا ايه تمام فالنهاردة حبينا نعمل حاجة كده مختلفة يعني مش مختلفة بس احنا ما عملناش من اول رمضان هنسمي اللون نقول كده ايه معانا هنعمل ايه معايا هنا نصف كيلو من البصل اه نصف كيلو بصل ابيض او احمر زي ما تحبي بس انا بفضل البصل الاحمر في الاكل عشان بيبقى طعمه احلى من الاحمر يعني الاحمر ده بحبه في السلطة مش اكتر ان احنا مثلا ناكله مع الرنجة ناكله مع التونة كده فالابيض انا بفضله في الطبيق والكده يعني مهم جبنا نصف كيلو من البصل هنحاول ان احنا نفرمه انا ما بحبش افرم البصل في الوصفة دي خشن يعني ناعم جزدي بحبه كده انه يبقى ايه اه مفروم ظاهر مش هنفرمه ناعم خالص يعني لأ يدوب كده حيبقى كده ايه زي اننا مجرطينه بسكينة يعني فعميل لما تمسك بصلة كده وتجطيعه بيدك بالسكينة اه فنفس التقطيع دي انا بحبه كده طبعا لو انتو اه مش حابين شكلوا بالطريقة دي وحابين انكم انتو توب شروق او اه تخرطوا اصغر من كده برحتكم ما عنديكش كبة خرطي باديكي خرطي بعمليه بالمبشرة زي ما تحب بعمليه نسهل على نفسنا يا بنات ما نصعبش علينا حاجة المهم هنكمل باقي الكمية بتاعتنا كده هنعملها بالكبة بتاعتنا انا بس بتسهل عليها في صراحة كدير الكبة يعني انا من النوع اللي هو البصل ده نسافة ما شم ريحته عيني لازم تدمع مش انا بس انا واولالي كمان يعني اول ما بيشوفوني بخرط بصل او ان انا بفروم بصل حتى لو في الكبة بيثيبوا المطبخ ويمشوا يدخل قوضة كده بعيد مني وبس يا ماما كفايا بصل عينينا يا ماما وفعلا وضايا العظيم يعني هم ممكن تاخد يعني بعد ما اخلص البصل ممكن عينيهم بساعة بساعتين لسه عينيهم بتحرقهم وبتدمع كمان من البصل فش عارف قمليت حياتي كان فينا بعرفها ان عينيهم بتدمعش من البصل بس يلا مناش نصيب ان احنا عينينا بتدمعش عندي هنا اربع جرور من الفلفل فلفل بلدي عادي بتاعنا الاخدر حابة تحطي رومي براحتك حابة باستقريبا الرومي حبجة فيه ميا كتير فاهمني لكن بتاعنا البلدي ده حلو كده صفيف كده وحلو مع نفسه حطينا اربع جرور حابة تعملي زبايسي فحط جرني شطة معك انا ما بحبش حط شطة في الاكل يعني كتير عشان خاطر معايا ابني ما بيحبش الشطة طبعا خالص فانا يعني لما بعمل حاجة بحط كده على جنب الواحدي يعني انا مثلا ابني الكبير بنكل الشطة فالنهار ده برضو حطيت كده خرطت شطة وحطيتها في الاكل بتاعي انا وبني بس لكن الاغلابين من غير شطة طبعا معاين والله الحاجة لما تبقى زبايسي كده بتبقى حلو تفتح النفس خرطنا كده البصل وخرطنا معا الفلف عندي هنا فصين من التوم المفروب طبعا فارمينو انا مفرزة في الفريزر بيوفر عليه كتير هنا عندي التواب الملح في الفل أصمر بابريكا بوهارات حواوشي بوهارات حواوشي معلقة كبيرة من بوهارات الحواوشي وملح وفلفل أصمر وقصبر ناشفة صح؟ انا بفتكر رسلي معاكم بفتكر معاكم اي توابل بتحبيها بس اهم حاجة ليها معلقة كبيرة من توابل حواوشي انا عندي نص كيلو من اللحمر مفرومة دي لحمة انا بجيبها وبفرومها وبشيلها في الفريزر تمام؟ فده نص كيلو يعجيني بجا يعني بصي على كد ما تقدر يعجيني فيها كويس خالص تمام؟ عايزين كل الخلطة تختفي خالص مع بعض عاجي انها كويس خالص هوا زي ما انت شايفين يعني طربتها كويس مع بعض حسيبها ترتاح كده ايه؟ يعني على محضر الدنيا بتاعتي كده نص ساعة بتاع حسيبها ترتاح فيهم في حين اننا في الوقت ده بالضبط جبل ما اعمل اي حاجة كويس المغرب أزن علينا والله في اللحظة دي كان المغرب أزن علي انا والأولاد يعني وكنا لسه ما عملاش اي حاجة كانت خلطة الحواوشي في التلاجة لسه بحب بريحها نص ساعة او ساعة وممكن ساعتين والله بنات بريحهم في التلاجة تمام؟ وكمان يعني انا لو بفضل مني حشوة الحشوة دي كانت كتير طبعا اللي عملت على كده ما انا احتاجت في اليوم ده فاللي بيضل مني لو عندي عيش زيادة عيش بلدي من اللي بنحشيه في الحواوشي زيادة بغضو بحشيه يعني بحط اللحمة جوه العيش وأغلفه كويس واشيله في الفريزر تمام؟ اطلعه لما يكون محتاجه يدوب يفك شوية وبعدين اما حدخله البتجاز اما حتعمليه عطصة انا ما بحبش اعمل عطصة عشان الطصة بتخلي الحواوشي بتاعنا بيبقى طري لكن الفرن البتجاز بتخلي الحواوشي بتاعنا كريزبي تمام؟ بيكون مجرمش كده يعني ايه حلو ناشف مش طري اللي بيحب الطصة يعمل واللي بيحب الفرن يعمل مش حاب أحسي وملجتش عندي عيش متوفر زي النهاردة في اليوم ده يعني حطتهم في كيس تلاجة فردتهم فيه كويس وخليت طبقة رفاية يعني ايه خليتهم ايه فردتهم كده وفردتهم طبقة رقيقة طبقة رفاية علشان لما يطلع من عندي من الفريزر ما ياخدش معي وقت خالص في ان هو يفك تمام؟ تمام ان شاء الله تمام لو وصلت معنا لجيتين ما تنسوناش اللايكات الحلوة بتاعتكم والكومنتات العسد اللي زيكم تمام كل سنة وانتوا طيبين المهم هنعمل شوية صلطة لحمعة الحواشي انا بحب معا الصلطة الخضرة بس مش التقل دي بتاعتنا بالخضار وكده لأهو حبيت حبيت خيار على جزر على طماطم على شوية شطة كده يعني جرن شطة تمام؟ تمام المهم طبعا شوية مخلل بطاطس محمرة زي ما تحبي أكل حلوة هتعجبك وتعجب الأولاد والله رمضان مش عايز طبيق ومسبكات وصواني لا 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 والله بجد احنا تعبنا يعني انا عن نفسي مش عارف اعمل ايه يوميا مش عارفين ناكل ايه ونشرب ايه والله العظيم العيال مش عايزين طبيق ولا ان احنا نطبخ ولا ولا لحمة مسلوجة ومحمرة ولا الكلام ده خالص ولا طبيق رز ومسبك وكده مش حابين وانا برضو نفس النظام احطرت ان انا نعمل لهم ايه فمرة كفتها مرة حووشي مرة عملت بوفتيك اللي هو البوفتيك اللي كدام معاكو برضو عملناه مرة بورجر عملنا البورجر برضو حبه اليوم ده فاهمين هم عايزين كده مش حابين صواني والكلام ده ممكن يأكلوا في الصواني صونية اللي قلت باللحمة المفرومة بيحبوها برضو ممش عايزين غير كده طب هنعمل ايه احنا لسه نفاضل كم يوم يعني كل صوان انتو طيبين احنا لسه تقريبا النهاردة كان كامر رمضان الخمستاشر تقريبا في اليوم ده كان خمستاشر رمضان يوم ما عملت الحاوش فكل يوم اخت تتصل بيا هتعملي ايه بكرة انا عملت النهاردة مش عارف ايه طب بكرة انا هعمل ايه والله العظيم بجد بجد كل يوم حيرة كل يوم هي تتصل عايزة تعرق عشان خاطر ممكن هي تعمله بكرة يا ايه ماذا تتصل تاخد مني فكرة ان هي ممكن تعمل ايه بكرة وهكذا دايما مع بعض ربنا يا عنا جميعا يا رب في الايام العادية الواحد فعلا بيقضيها وما بتفريكش معانا يعني انا ممكن في الايام العادية علب التونة كده زي الفل جبرت لو كل يوم هيكلوها عيالي بيحبوها فبتريح يعني لكن في رمضان ويالصيمة وكده ومدارس ودروز بسوقها صعب انك تأكليهم اي حاجة لصراحة المهم جطعنا السلطة بتاعتنا ده في الفيلم شطة بحب مع الحوش جدا كمان سلطة الطحينة انا الطحينة ما بعملهاش سادة انا بحب الطحينة دايما بالزبادي لو الطحينة من جالة زبادي انا بيعرفش اكلها ما عرفش بسا طعماش خالص من جالة زبادي فجبت معلقتين تلاتة كده من الطحينة على حسب الكمية اللي انت كمان حب انك تعمليها انا هنا حطت معلقتين أو تلاتة تقريبا انا بوليكمية حلوة معلقتين تلاتة من الطحينة وعليهم علبة كاملة من الزبادي يعني تقريبا اني بحط الزبادي اكتر من الطحينة سادربي فيهم كده كويس وتزويدي مية وتشوفي القوام اللي انت حب ناخد بالنا ان لما بتقعد كمان اضغط عصرة لمونة في اليوم ده تقريبا ما كانش عندي خلي فعشان كده انا ما حطيتش خلي فزودت اللمون تمام ده اما رجيت ان انا مش متوفر عندي خلي زودت اللمون وكده الصلطة بتاعت الطحينة بتاعت خلطت انا ما بحبش احط توم انا بحبها كده بس زبادي زبادي بطحينة واللمون ما بحط مش فيها غير شوية كمون وشوية ملح ما في زجر هم دي احلى صلطة الطحينة ممكن تكليها والله العظيم خفيفة وحلوة قوامها كده كريمة كده وجميل يعني اخفة من صلطة الطحينة اللي احنا بنا كلها في المطعم دي اخفة انا بحب دي احلى وكل واحد على حسن ما هو بيحب تماني بنات يعني مش لازم تتقياد بكده اعمليها بصلطة زي فيه ناس بتحب تحط اللي هاتوم براحتك برضو فيه ناس بتحب تعمل صلطة الزبادة تحط خيار برضو براحتكو على الاخر زي ما تحبوا اعملوه خلصنا صلطة الطحينة بتاعتنا هنحط رشة من الكمون كمون مطحون ورشة من الملح جيت احط شوية فلفل اصمر اللي جيت ان انا لسه هطلع الخلاط واطحن وكده كانت العالي اللي عندي كانت خلصت فكنت محتاجة ان انا اطحن فلفل اصمر فما حطتش لان دي ما بقولكم احنا اتغدينا احنا فطرنا المغرب كانت الترويح اشتغلت اشتغلت يعني وكمان خلاص في الخواتيم بتاعت الخواتيم الترويح احنا وبنفطر المغرب تمام فمش مشكلة يعني براحتنا نجبنا صنية اه بصوا لو في وقت مش سيوم انا بحط مع الحواشي يا اما دهن اللي هو البوش يا اما دهن اللي هو اللي يضاني تمام انا لو مش في الصيام بعمل كده انما علشان انا صايمة مش حب ان هو يبقى تجيل فهميل ان احنا كمان يعني حناكله متأخر مش حناكله مثلا لو في الفطر بنكله مثلا ساعة ثلاثة اربعة بالكتير خمسة مثلا الغداء فلا في الصيام طبعا اه ما بحبش ان انا اخلي اه دسم لو لاحظتوا ان انا محطتش اي دهن اللحمة بتاعتي كانت حمراء جيبها حمراء مش مفهاش ملبث كده يعني وبرضو دي حاجة ترجعلك انت تمام برضو بحب في الفطار ان انا دهنه من بره ادهن الرغيف نفسه يعني بحطت كده سامنا بلا دي عندي دهنة بتكون مسيحها بحطها فجي برضو كده وخليه كده يبقى مدهن خالص ده في الفطار لكن انا في الصيام استكفيت بحبايا من الزيت وكمان بالفرشة اهو زي ما انت شايفين انا بدهن وشي رجيب بس عشان يلمع معانا ويحمر بسهولة كده ويكون معانا كريزبي بدهنه بالزيت تمام تمام ان شاء الله لكن برحتك حبت دهنيني اكتر من كده تحطي لي تحطي بتاع برحتك انا في الفطار يعني كنت عاملا معاك وقبل كده على القناة برضو كان رمضان اللي فات عملته بس كنت تشبه تقريبا كان اه كان في رمضان اللي فات كنت عاملا معاكم على القناة كنا عاملينه بطريقة جديدة اقتصادية كنا حطين معاه بطاطس مهروسة والله العظيم كان تحفة واللي اكل ما اخدش باله ان احنا عندي حطين في بطاطس يعني اللي اكل مني الحواوشي ما كانش لا حواوشي عادي ما فيش حاجة يعني كان طبيعي بالنسبة لهم عشان ما يعرفوا بس انا كنت حطينهم في بطاطس مهروسة فما كانش واضحة والله بتاتا يعني انهاي محدش اكتشف الحكاية دي خالص بس اكتشفوها لما نزل الفيديو اكتشف الحتة دي المهم انا النهاردة والله لو كان في لو كان عندي بطاطس في اليوم ده كنت هعمل كده كنت هممكن حصلك بطاطس بطاطس واعملها في لك انا ما كانش عندي المهم اه دهنت الصينية ودهنت اللي عيش عليها ودخلت الفرن الفرن كان سخن 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 جامد يعني وحطنا فيها ما بياخدش يا بنات ما بياخدش عشر دجايق وتلقوه كده حمر معكم كويس انا كان عندي ميكس جبن حطيته كده على الوش بتاعها اللي ما انتوا شايفين فكان طحفة الريحة حلوة جدا والطعم احلى والله يا بنات لأ كان فضيع وبعدين حسيت ان نوع الجبنة ده بنات ما مسحش معايا ده ميكس جبن نوع اسمه جولدن ميكس جولدن اه اسمه جولدن فمش عارف حس انه مسحش كويس اللحمة كويسة حلوة خالص حتة حلوة يعني حطناها جوه الرجيف مليانة لحمة الرجيف كريزبي ومن جوه طري يعني اللحمة مخليها طري فاهمين والله بس